للوقوف عند الأبعاد السياسية والاقتصادية لتعاظم نفوذ شركة المهندس التابعة للميليشيات ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي دكتور هلال مرحبا بكم حياة كلا دكتور شركة المهندس التابعة لميليشيا الحاج توقع مذكرة اقتصادية مع شركة بناء صينية كيف يمكن تفسير هذا التوقيع توقيع ميليشيا لاتفاقيات اقتصادية مع دول طبعا نحن نتحدث الآن أو هنا عن دولة عظمى مثل الصين كيف تفسر ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم وليقناة الرافضة حياة كلا سيدي نهنئكم للناس القدوم شهر رمضان بارك نسو الله أن يؤمنوا بالخير والبركة على المسلمين وعلى ربك قضية تأسيس شركة تابعة للميليشيا الحجد الشعبي هي استنساخ مباشر كما تفضلتم لفكرة الحرس الثوري الايراني وتمويله من خلال التغول الاقتصادي والسياسي اضافة الى التغول الامن الذي تشده تقوم به هذه الميليشيات وهي تجربة حقيقة مفروضة فرضا على العراق وحتى على حكومة العراق لأن هذه الحكومة هي فاقدة الاهلية هي حكومة ايرانية الهوى والتنفيذ ادوات تنفيذ ايرانية بحثة وكانت قبلها ادوات تنفيذ امريكية والآن هي تنفذ ما تريده ايران تحديدا بشكل مباشر التقول الاقتصادي والبحث عن مصادر التمويل بهذه الطريق الحقيقة يعطي للحاشن الشعبي سلطة خارج حدود الدولة لانه نحن نعرف ان هذه الميليشيات تابع الى جهة حكومية وهذه الميليشيات هي غير رسمية من الناحية القانونية الدستورية لو لا انه تجعل لها اطارا سياسيا او اطارا دستوريا ليس له محلا من الاعراق الان لماذا شكلت هذه الميليشيات هو لمصلحة من هو السؤال الذي يجب ان نجيب عليه ولماذا تستمر بعد انتهاء السبب الذي شكلت من اجله لدينا قوات امنية وقد لدينا جيش ولدينا مقابرات ولدينا استخبارات لماذا تستمر مؤسس الحجد الشعبي ولماذا تقوم بهذا الدول هو حقيقة استنساخ التجربة الحرس الدوري الايراني بكي يكون هو المسيطر على كل مراحل الدولة العراقية التي استنسخت التجربة الايرانية بارادة ايرانية الان عند السؤال لماذا تقوم هذه الشركة تحديدا بالتعاقد مع الشركات الصينية في امور تخص وزارات الدولة العراقية الاخرى هل البناء مسؤول عن الحجد الشعبي؟ وهذا السؤال الكبير هناك لدينا وزارة العمار ووزارة الاسكان ووزارات الدولة الاخرى هي المسؤولة عن هذا النشاط وليست مؤسسة ميليشياتية او شركة تابعة لميليشيات محددة بالمناسبة الميليشيات هذه هي تسيطر على الاقتصاد البيض وتستغل كل المقاولات التي تحال على القطاع الخاص الذي يعمل مع كل كافة وزارات الدولة وتبتزهم تجاز مباشر وهي التي تتحكم حتى في الاسعار وفي لمن يحال العقد ولمن يذهب ومن يدفع ضمن مؤسسة الفساد التي تتجار بالعراق ولكن الآن أصبح هذا الاتجاه أقوى حيث أنه ممكن تحارب حتى الشركات التي تستمر بالعراق وتبتزهم افتزاز مباشر لأنها لديها السلطة على استفعات في هذه النقطة وكالة رويترس تقول أن مثل هذه الاتفاقيات ستوفر باب آخر لتمويل الميليشيات إذن هنا الميليشيات تحاول التهرب من العقوبات الأمريكية بأنها تبرم مثل هكذا صفقات العقوبات الأمريكية غير جادة في التطبيق يعني لو لاحظنا أنه عمليا هذه الميليشيات موجودة وهذه الميليشيات مسمياتها موجودة وهذه الشركة موجودة من أسس هذه الميليشيات أساسا ومن الذي سمح بتأسيسها إذن قضية التمويل الميليشيات سواء كانت من الدولة العراقية أو كانت من شركة أعطيت رأس مال كبير مليار دولار مليار دينار عراقي كرأس مال لهذه الشركة التي تنفذ أعمال تقوم بها الوزارات الأخرى إذن هذا هو التهرب من هذه النقطة هناك عدم جدية في محاربة الميليشيات كانت هناك جدية حقيقية لحاسبة أماركة الذين أوكلتهم على إدارة الأمور المالية في العراق لأننا نعرف أن كل الأموال العراقية وكل الصادرات العراقية تدخل في حساب البنوك الأمريكية وثم تطلق لحساب البنك الماركد العراق وهذا معروف فكل هذه الأمور كيفية التهرب منها ليس بالعمل السهل ولكن هناك أغطية وهذا الغطاء عندما تسمح لشركة مثل هذه الشركة بتمويل الميليشيات التي عليها من الجرائم أكثر مما يمكن أن يسمح به الوقت إذن هو سماح بشكل غير مباشر أما إذا تقرض عقوبة حقيقية على هذه الميليشيات سوف لم تستطيع أن تعمل لأننا نعرف أن لا الصين ولا غيرها ممكن أن تتجارف في إدخال الجهة لديها عقوبات ولكن تجيز هذه الشركة هو الغطاء نعم لو توقفنا عن موقف الولايات المتحدة هل ستتغاضى الولايات المتحدة عن دور الحجد الاقتصادي لسيما أنها فرضت على رئيس هيئة الميليشيات فالح الفياض عقوبات عام 2021 بسبب الانتهاكات ضد متظاهري ثورة تشرين أخي الكريم الأمريكية جاد في تطبيق هذه العقوبات لم أسست هذه الميليشيات ودعمتها ووصلتها إلى هذا الحجم نحن نتحدث عن فالح الفياضي شكل الإسم ولكن لماذا لم تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية قرارا جريئا بخصوص معاقبة الجهة الرسمية التي تدعم الحجد الذي اعتبرت الحجد دوء من الدولة العراقية هي لم تعاقب الحجد هي عاقبة شخص وهذه العقوبة أتت على قضية فردية ليست على قضية اقتصادية وقضية تمويل وقضية تهم المواطن العراقي بالأساس أو لأنها انتهكت شيء معين ولكن هذا الأمر ليس بهذه الصورة مثل ما يصدر قرار فردي على ميليشي الحجد ويحكم بأي حكم سواء من أي جهة عراقية أو غير عراقية هذا لا يعني أنه مثل الحجد القضية الآن الحجد لديه سلطة أمنية وهي أعلى من سلطة القوات الأمنية العراقية وسلطة عسكرية أعلى من سلطة القوات العسكرية العراقية إذن هم خارج نطاق الدولة هي الدولة داخل الدولة أو هي الدولة العميقة التي أسستها إيران وتدعمها إيران ويدعمها كل من يدعم مؤسسة الحجد الذي لا حاجة لها بعد أن حررت الأراضي كما يقولون من الإرهاب من الواضح جدا وتعقيبا على ما تفضلتم به أن الحشد يحاول استنساق تجربة شركة خاتم الأنبياء التي تتبع للحرس الثوري الإيراني ولكن هل سيتجاوز نفوذ الميليشيات قوة المؤسسات الحكومية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة هذا هو سؤال المطروح نعم هو تجاوزنا من الآن لأنه عندما تؤسس أنا عندما يكون لدي وزارة خاصة بالأعمار والبناء وأهمل هذه الوزارة أو لا أعطيها دورها الحقيقي وأوجد شركة أخرى تابعة لميليشيات ليس لها إمكانية ولا الخبرة ولا الأساث العلمي ولا الكادر الهندسي ولا الفن اللذيذ يمتنها من إدارة هذه الأعمال وأدعمها هذا الدعم الكبير هذا يعني أنه تغول هذه الميليشيات أو إهمال الجهات الحكومية هي الآن أقوى من الجهات الحكومية أنت تعرف أن معظم مؤسسات الدولة الآن هي خاضعة للحشد حتى الاقتصادية منها والنفط ووزارة النفط وشركات النفط تبتز المقاولين الذين يوردون البضاع إلى وزارة النفط إلى شركات النفط ويمكن هذا السؤال كبير ولكن هذا واقع الحال يعني فما بالك إذا الآن هم الذين يديرون العمل وهم الذين يتعقدون فإذا هذه الوزارات أصبحت خارج حدود الخدمة مثل ما يقول وهي مهمشة على الجانب اسم فقط ولكن الفعل للذين يملكون السلاح ويملكون السلطة فوق السلطة الدولة ويستطيعون أن يفرضون رأيهم على الجميع بقوة السلاح والدعم العسكري الإيراني الذي يدعم هذا التوجه مثل ما يحصل في إيران مثل ما تطبطتم هذه هي العملية ليست عملية عشوائية أصلا هذا التأسيس لهذه المؤسسة وإلحاقها بالدولة وتابعة لمددسة الوزراء وتابعة هل هي قوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع هل هي تابعة للجهات الأمنية لديها فصائل دولة كاملة لديها مخبرات لديها استخبارات لديها أفراد مسلحون وهم يتظاهرون وهم يخرجون من يريدون عندما تم اعتقال أحد الأفراد الحجد الشعبي تظاهروا وأخرجوا بالقوة إذن أين الدولة؟ وهذا السؤال الكبير دكتور نفوذ الميليشيات ميليشي الحجد وتغولها وتغلغلها في الشأن الاقتصادي خاصة للدولة العراقية المليئة بالخيرات هل هناك مخاطر تشكلها هذه الميليشيات مع المستثمرين الأجانب؟ دكتور الآن من خلال خبرتنا بالتعامل مع الجانب الاقتصادي وحاجة العراق للشركات الأجنبية والاستثمار معظم الشركات العالمية التي تحترم ذاتها لا تريد الاستثمار بهذا السبب لأنه البزاز واضح والفردر الرشا واضح سواء كان حكومي أو غير حكومي فما بالك إذا دخل الحشد على هذا المضمار سوف لن يبقي ولن يذر المسألة ليس لها حاكم يعني أنت عندما تريد أن تحاكم شيء معين تحاكم إلى قانون أما الذي دخل الآن وفوق القانون ولا ينطبق عليه أي قانون لا قانون الفساد ولا قانون الدولة التي تحكم بها فهي تفرض رأيها بسلطتها الخاصة هذه السلطة خارج حدود سيطنة الدولة العراقية يعني بمعناها سياسي وبمعناها الواقع الحقيقي لأنها لديها جيش لديها استخبارات لديها علاقات الآن صبحت اقتصادية دولية هي تقوم بتوقيع العقود هل هي تابعة لوزارة محددة هي غير تابعة لوزارة محددة إذن هي تلغي دولة الدولة العراقية وتمول نفسها ذاتيا وهذه هي الخطورة لأنها تفرغ معنى الدولة بالتدريج ومن ثم تستبد في كل الأمور نحن نعلم أنه من أمن العقاب ساء الأدب فإذا كان القانون العراقي لا ينطبع على أي جريمة تقوم بها هذه ومن يحاكمها فإذن الموضوع حطر وحطر جدا لأنه أولا ستضع في الاقتصاد العراقي الرسمي اثنين سوف تكون لها سلطة اقتصادية منعجلة عن الدولة العراقية تمولها سوف يكون بشكل خل نقول المخفي وله جذور خارج الحدود العراق وتغذية خارج وتغذية أيضا هي خارج العراق وهذا دورة التي أسست له وهذا الدورة التي رسمته إيران لهذا الميليشيا وإلا لو كانت ميليشيا عراقية تهتم بالشأن العراقي فقط لماذا ذهبت إلى سوريا ولماذا تمول وهي تذهب إلى سوريا دكتور بندقيقة ونصف لو تفضلتم في ذلك هل تتحمل حكومة السوداني وحدها تعاظم نفوذ الميليشيات حكومة السوداني هي ورثت هذه الحالة من خلال النظام السياسي أو دركة الولايات المتحدة الأمريكية وأدخلت يد إيران بشكل مباشر في العراق الولايات المتحدة الأمريكية هي اليد الأولى والمسؤول الأول والاحتلال وما تبعه وإيران تبحث عن مصالحها يعني إيران عندما تجد قوة لها في أي دولة تنفذ مصالحها وتنفذ وتدافع عنها وتنفذ المشروع الإيراني في سلك الدولة إيران لا تلام ولكن من الذي أطلق أي ديد إيران في العراق بهذه الصورة ومن الذي أتى بأزلام إيران ووضعهم في سدة الحكم الولايات المتحدة الأمريكية كيف تعالج هذا الخلل عندما نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وطرت عقبات هذا كله صراع إعلامي وإذا أرادت فعلا أن توقف هذا النشاط تستطيع إيقافه لأنه هي مسيطرة على الأمر السياسي في العراق وهي من أوجدت هؤلاء يعني أحنا الآن ضحية أنه ماذا تريد إيران وماذا تريد أمريكا إيران لديها مشروع يتخادم مع الهدف الأمريكي وهو تقسيم وضعاف العراق إلى أطول فترة ممكنة وهذا ما تقوم به إيران عمليا والميليشيات هي جزء من هذا المخطط والآن تفتيت العراق هو هدف أمريكي صهيوني واضح وإيراني أيضا فإذن التقاء المصالح وتخادم الأهداف هو الذي أوصل العراق إلى هذا الحل ولكن لأنه لا توجد إيرادة حقيقية من المختل الأمريكي الذي هو أطلقت هذه الميليشيات وهو من نقردونت هو الذي أسس هذه الميليشيات بشكل أو بآخر وفرخت هذه الميليشيات من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليامي شكرا جزيلا لكم